دكتورة ربما السؤال الآن اللي هو كتبادر للهن ديال الأهل ديال الأسر متى ينبغي زيارة الطبيب في هذه الحالة فقط للتذكير بالنسبة للتحق من الآن أننا نناقش موضوع الاكتئاب في فترة المراهقة متى ينبغي زيارة الطبيب أنا أظن يعني في الحقيقة هي تواجد ديال عدة أعراض من الأعراض اللي تكلمنا عليها زائد يعني الاستمرارية ديالها في واحد المدة زمنية معينة حددنا في 15 يوم عشر يوم يعني ثلاثة الأسابيع استمرت وديكشيخدار يعني تأثير للحياة دياله اليومية اللي هي التمادرس إلى آخره تم في الحقيقة كي خصنا نطرحه قضية ديال المساعدة الخارجية لأنه كيكون تجاوزة الإمكانيات ديالنا ديال المساعدة هذه هي النقطة الأولى النقطة الثانية هي على أن زيارة يعني طبيب أي طبيب مشي ضروري فكر الإنسان ها لأنه ما كينشي طبيب نفساني في المنطقة أو شي حاجة لأنه يعني زيارة الطبيب معناه والنقطة الثانية يتحصل على أن ريضة دياله لما كيقبل لأنه بعض المرات في الحالات الخطيرة كيكون لنغلاق لدت لدرجة لأنه ما كيقبل شي بأي ثمان يمشي يزور شي طبيب خصوصا هي في هات السن بصفة عامة لما كتقول لهم طبيب نفساني كيقول لك الأصدقاء ديالي ماشي يفكروا عليها أنا ماريد عقلي وماشي يعني كيتخبع في تيك شي وما كيبغيش يمشي وكينا كذلك حتى الأهل كيستخفوا لأنه نحن عندنا شوية تبسيط الأمر والمراهقة يعني مرحلة وستمر وسيتجاوز يعني كل هذه الأعراض وكل هذه العلمات ببساطة وما كينا كده وما كينا شير وكان تطولوا في حين على أن إذن لا يجب استهانة دكتورة بهذه المؤشرات اللي كتفوت 15 يوم أبدا لدرجات بالعكس أنا كقول حتى ولو يمكن يكون واحد المدة زمنية معينة لما كتزور الطبيب يستقبل المراهقة أو المراهقة مع الأهل ديالا مع الأبوين ضروري لأنه ما عندهم مش يحطك في الموضوع ومش يحطك في السياق العائلي ومش يكون عندك يعني خبر كثير لأنك يعرفه كيعيش معه وكيكون انتفاقية كذلك يعني جماعة واحتم بعدي لكن مثلا في الطب العام مش يوجهه طبيب نفساني طبيب نفساني خاص بالمراهقة والأطفال أو إلى خيره ولكن في البداية هو فك الحصار والإدخال شي حد خارجي اللي مش يمكن يساعدنا ولكن ما نشوفوه شي بوحده وما نتسرعو شي نعطوه الأدوية بسرعة مثلا أنا مش نعطوه حي المثال لأنه ما نتسرعو شي لأن الأدوية واحدة من الأعراض ديالكتئاب بصفة أما كيكون واحد النوع ديالبطء في الحركة وحي النوع البلوكاج ما كيتحركش بسرعة ما كيقدرش يعمل بزاف الحاجات فهمتي لما كنعطيه الدواء اللي هو مضاد ديالكتئاب كيبدأ في المرحلة الأولى كيمكن كيحس يزعام يعمل شي حاجة وبالتالي كيمكن يعمل شي محاولات للانتحار يمت هنا والأدوية بزاف أو شي حاجة إذن كيخص الخبرة اللي تخليك ما تسرعش دغية تعطي الدواء وكتعلم الأباء على أن يحتفطوا بالدواء عندهم إلا كان ضروري في الحالة العويصة ولكن إلا كان ماشي ضروري أنا أظن هذاك غير العلاج نفسي هو كافي يعني جلسات كافية على باش تعطي الأدوية اشتركوا في القناة